متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن تحديثين جداد واحد خاص ومرتبط بي منوس اي اي والآخر مرتبط بي نوت بوك الام التحديثين حلوين مش هقولك بقى حاجة عظيمة قوي يعني ولكن هم تحديثين كويسين ممكن يستفيد منهم البعض فحبيت ان انا اترحهم من خلال فيديو النهاردة اول تحديث معي النهاردة هو خاص بالعروض احنا عارفين مانوس اي اي وجينيس بارك اللي اتنين منافسين قويين كوكيل ذكاء اصطناعي والاتنين بيقدموا خطة مجانية مانوس اي اي بيقدم تلتمين نقطة مجانية بشكل يومي بيجدده وايضا بالنسبة لجينيس بارك اي بيقدم 200 نقطة والاتنين كويسين بس بيتمايز شوية نوه باللغة العربية التعامل معي بالنسبة لي انا بيكون افضل مانوس وكيل ذكاء اصطناعي قوي اللي اتنين فيهم تقريبا نفس الكامابيلاتيز والأدوات اللي انت ممكن تستخدمها طب النهاردة هتكلم عن ايه في منوس اي اي هتكلم عن الثيم النهاردة منوس اي اي بيقدم لك مجموعة من القوالب المختلفة اللي انت ممكن تختار القالب اللي بينازبك وتستخدمه في عمل العروض التقديمية والثيم واختيار الثيم متاح داخل النهاردة ان شاء الله هنجربه بشكل عمري ونشوف ازاي ممكن احنا نتعامل معه هنتنجي نخش على حسابنا على منوس دوت اي ام ونبتدي نختار سلايدز لما هتختار سلايدز هتبص تلاقي ان فيه عندك قوالب مختلفة هنا ممكن تختار القالب اللي انت عايزه من تشوز اثيم ممكن تدوس على اول ثيمز هتلاقي هذي القوالب وايضا هنا في البيجز لو دست على القائمة المنسادلة هتلاقي عدد السلايدز اللي انت عايز تعملهم اربعة لتمانية لتمانية لاثناشر اللي جنبهم ازرق دول لازم تعمل وتكون في الخطة المدفوعة عشان تقدر تعمل عروض تقديمية لحد ستاشر او عشرين او اربعة وعشرين سلايدز فانت هنا محكوم بعدد السلايدز في الخطة المجانية انا هاختار اربعة لتمانية ابتدي اختار السيم والسيم هنا عندك بادي تيكست بس هنا امبيدد ايميج هنا شارت بتختار السيم اللي انت عايزه وبعدين تبتيت تعمل كونفيرم وولت له انشئ عرض تقزيم مكوة من تمن شرائح حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية انا هنا سبته هو اللي يدورلي على الكونتنت طبعا انت ممكن يكون عندك الملف بتاع الجهز اللي انت عايز تعمل منه العرض التقديمي وبتبتدي ترفعه عادي جدا ابدأ بشريحة مقدمة جذبة انا اللي بقول له وبعدين قدب نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي تلو فيه تحليل الصور التبية في المساعدات الافتراضية دي استخداماته في تطوير الادوية في الطب الشخصي واختم بشريحة تحتوي على التحديات المستقبلية وفرص التحسين وجعل المحتوى بسيط ومناسب لجمهور غير تقني لو انا حشرح العرض التقديم لجمهور غير تقني مع اقتراح حانوين جذابة لكل شريحة ونقاط رئيسية مجزة ابتدى يمشي بقى خطوة بخطوة كده وبتبص تلاقي في الجزء ده لايف وهو بيعملك العرض التقديمي وانا اتكلمت قبل كده على القناة عن سلايد سي اي بالتفصيل طبعا اعطاني الاوتلاين وفي الاخر خالص اعطاني العرض التقديمي بالثيم اللي انا اخترته بعدد السلايدس اللي انا اخترتها هل في امكانية ان انا اغير الثيم في امكانية ان انت تغير الثيم من هنا هتلاقي الايكون بتاعة تشينج الثيم تبتدي تختار هنا الثيم اللي انت عايزه تعمل confirm هنا بقى مش هيظهر لك النمبر اوف بيجز او سلايدس لانه قريدي السلايدس هنا يعني محددة تمانية وتقدر تعمل download كpbtx او pdf او تودي او تكونفرد سلايدس او تخزينه على جوجل درايف او على واندرايف وهنا فيه امكانية ان انت تعمل edit ودي حاجة من الحاجات الجيدة جدا داخل منوس ان انت تقدر تعمل ايضا edit على العرض التقديمي بعد ما تخلص خلاص تطلع exit edit وتصدر العرض التقديمي بتاعك ده بالنسبة لي تحديث الجديد الموجود في منوس تعالا ننتقل بقى للتحديث التاني والمتعلق بيه notebook lm يلا بيه جوجل اطلقت قسم جديد داخل notebook lm اسمه featured notebooks بيدم دفاتر يعني بما ان اسم notebook هنا يعني دفتر بيدم دفاتر معدة مسبقا حول مواضيع متعددة بالتعاون مع بعض الجهات زي atlantic و the economist النوت بوكس دي فيها محتوى متنوع لعلاقة بالصحة لعلاقة بعمل شكسبير صفر مراجعات حول اقتصادات العالم ممكن انت تستفيد بيها داخل notebook lm sources يعني كل واحد من هذه الدفاتر فيه كمية مصادر متنوعة تقدر انت تشات مع هذه المصادر حنشوف الكلام دلوقتي ده مع بعض بشكل عملي وايضا عايز اقولك ان دلوقتي اصبح بالامكان الاستفادة من notebook lm عبر تطبيقات الهاتف لو انت لحد دلوقتي ما بتستخدموش على الاي او اس والاندرويد تقدر تحملو كتطبيق وتستخدمو جوجل كمان اعلنت عن برنامج اسم جوجل one ai premium او ai pro اللي بيشمل notebook lm plus بالمميزات المحسنة اللي موجودة فيه واللي اكترها بيكون عن الاستفصارات الاكتر والتخزين السحابي الاكبر والمزايا الصوتية كمان الاعلى فيه بالنسبة لاجهزة chromebook اصبحت الام بتدعم تكامل مع notebook lm ما بينها وما بين notebook lm وبالتالي ده بيتيح تلخيص مباشر داخل نظام التشغيل نفسه لو رحنا هنا لحسابنا على notebook lm هتلاقي فيه عندك all و my notebooks with featured notebooks ده جنبه مكتوب new ممكن يكون لسه ما ظهرش في كل الحسابات يعني انا عندي كزا حساب على notebook lm فيه حساب ظهر فيه وحساب ما ظهرش فيه لسه جديد لو انا بصيت على حاجة زي كده مثلا economist بصت عليها هتبص تلاقي كل السورسز زي ما احنا شايفين كده بتي كل دي سورسز ومصادر بتقدر ان انت تشات مع اي من هذه المصادر او المصادر كلها يعني انت ممكن تروح كده تعمل دي select وتختار حاجة زي كده place to talk about cooling the ears وابتدي ان انا اشات مع هذا المصدر ممكن هذا المصدر ابتدي اروح اعمل click to load the conversation وابتدي اعمل load ويبتدي اتحول لمحتوى صوتي كده زي البودكاست اللي احنا بنسمعه هنا مسلا طلبت منه نوى يديني بريف عن السورس ده اللي انا علمت عليه في خمس سطور عطاني فيه كمان المايند ماب تقدر تبص على المايند ماب ممكن تبص على البريفينج دوكيمنت الاسئلة والاجوبة ال study guide المتعلقة بالموضوع ده اللي هو the world ahead twenty twenty five بالنسبة للتحديثين الجديد الموجودين عندي دلوقتي اعتقد ان البعض حيقول لي منو سي اي بالنسبة لنا اهم البعض ممكن يكون شايف ان مستقبلا ممكن يلاقي تويكس كويسة في الفيتشر دونوت بوكس احنا بنحاول نعرض لك كل جديد فريد لو كنت بتتبعنا على القناة ولو كنت بتشوفنا اول مرة متنساش تعمل subscribe لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته